شاهدين كشفت مصادر أمنية فرنسية وتونسية معطيات عن المشتبه به في الهجوم على كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية كتل خلاله ثلاثة من المصلين بينهم سيدة برازيلية ويتعلق الأمر هنا بالشاب إبراهيم العيساوي وقد وصل أو الذي وصل إلى أوروبا بشكل غير قانوني ولم ينتقل إلى نيس إلا الأربعاء وذكرت مصادر أمنية تونسية وفرنسية أن المشتبه به لم يكن مصنفا إرهابيا مضيفة أنه غادر البلاد بطريقة غير شرعية في الرابع عشر من سبتمبر الماضي هذا وفي رد على اعتداء باريس طالبت العديد من الدول والمنظمات الإسلامية خلال إدانتها للحادث طالبت السلطات الفرنسية بعدم الربط بين الإرهاب والإسلام أو المسلمين يذكر أن رئيس وزراء كندا أكد في تغريدة له اللاصلة للأعمال الإرهابية بالإسلام يذكر أن ماكرون ومسؤولين فرنسيين أعادوا أمس حديثهم عن الإرهاب الإسلامي هذا وعقد مجلس الدفاع الفرنسي اليوم اجتماعا استثنائيا اتخذ إجراءات خلاله لتعزيز الأمن في البلاد والنظر في إمكانية ترحيل أربعة ألاف مشتبه به في الإرهاب شاهدين للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من باريس دكتور عبد المنعم يوسف الباحث شؤون الأوروبية أرحب بك دكتور عبد المنعم كيف يبدو لك المزاج الفرنسي بعد هذه الحادثة في نيس المزاج الفرنسي هو مزاج متوتر ومزاج مستقل نحن نتكلم عن المزاج الفرنسي العام المزاج الرأي العام الفرنسي والمواطنين الفرنسيين من كل الطوائف والملل والإثنيات المزاج الفرنسي الداخلي إن كان على مستوى المواطنين الفرنسيين الذين نطقيهم في الشوارع وفي المتاجر وفي الإدارات الرسمية أو كان المزاج الفرنسي على مستوى السياسيين والإداريين والمزاج السياسي من كل الشرائح السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين هو مزاج متوتر ومتوتر جدا وقلما نحن نعيش في باريس منذ فترة طويلة وأنا أحمل الجنسية الفرنسية وبناتي وعائلتي متولدين في فرنسا قلما مر على فرنسا هذا الجوم الهسيري المتوتر المتشنش إلى أي مدى الإعلام الفرنسي بتغطيته لهذا الحدث ساهم في هذا التشنج والتوتر؟ طبعا طبعا أنا سوف أجيبك يا صديق الكريم بكل أريحية اليوم مثلا صدر من بعض السياسيين الفرنسيين وتنقلتهم كل وسائل الإعلام وسائل الإعلام الفرنسية تصب الزيت على النار لكن بشكل مقصود ومدروس حادثة نيس بالأمس أدخلتنا إلى درجة إضافية من التشنج الحقيقة هو التشنج في باريس بدأها مع محاكمة الإرهابيين الذين اعتدوا على مقر وعلى إعلاميين شرلي إردو وهذه المحاكمة كما تعلمون وتعلم أنت جيدا أستاذ الكريم هي بدأت من حوالي خمس أسبوع بشكل مواكم لمحاكمة جريمة شرلي إردو بدأ التشنج ويواكمه تقصر متشنجا وموجهة للأمانة موجهة ضد ما يسمى هنا الإسلامية المتطرفة أو ارتفعنا درجة إضافية بعد خطاب الرئيس ماكرون في دين تشرين السن الأول في مدينة ميرو والتي هي مدينة في نفس القضاء التي توجد فيه مدينة كونفلون سانتونورين الذي تم فيها زبح الأستاذ ساميويل باتي انتقلنا إلى درجة إضافية من التشنج مع زبح وهذه الجريمة النكراء التي أدت إلى زبح الأستاذ الفرنسي ساميويل باتي ثم انتقلنا الآن إلى مستوى مرتفع جدا 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 أنا أصرف بكل دقاء نحن الآن في جو هستيري متشنج تكاد العقلانية الفرنسية التي عرفناها وتعود نحن الآن بدأنا نفتقدها لدرجة أننا بالأمس وهنا أعود إلى حيث الطلب بالأمس وصباح اليوم بشكل مفاجئ بدأنا نسمع نوابا في مجلس اللواب الفرنسي ووزراء سابقين وشيوخ في مجلس الشيوخ الفرنسي بكل يعني خليني أقول بكل وقاح ينادون بفتح جواناتامو مثل مركز جواتنامو يعني ونتخطى بعد ونتساهل بعض الشيء بتطبيق القوانين ولا بأس إن لم نحترم قولة دولة القوانين طيب دكتور عبد المنعم هذه نقطة هامة جدا لماذا هناك من نادى بفتح مراكز جواناتامو هل تصدق يا صديقي أن دولة الفرنسية دولة القانون ودولة حقوق الإنسان يخرج منها سياسيين رؤساء أحزاب سياسية يمينية مثل مارين لوبين تنادي صراحة بإعلان قانون الحرب يجب أن نبدأ بتطبيق قانون الحرب للوديجير ونفتح مراكز جواناتامو هذا الأمر غير معظم يعني ربما يفهم ربما يفهم من اليمين المتطرف هذا الموقف ولكن السؤال لماذا تصر فرنسا الرسمية الرئيس الفرنسي والمسؤولين لديه لماذا يصرون على هذا التصعيد وعلى لصق الإرهاب بالإسلام والتي بدأها ماكرون بوصف الإسلام بأنه في أزمة صحيح صديق الكريم جيد جدا وأشكرك على رفع هذا المباس حضرتك هذه الجملة الأخيرة التي قلتها الرئيس ماكرون وصف أن الديانة الإسلامية والدين الإسلامي يمر بأزمة ويمر بأزمة على مرسة والكرة أنا أذكر كلمة بكلمة وأيضا في بعض الدول التي هي بأكثرية إسلامية ونظامها إسلامي هذا القول أنا أظن هذا كان قول غير صار أنا أكلم بمبريس وأنا أتكلم بكل حرية وأنا رجل مسلم ومواطن فرنسي مسلم أنا مواطن فرنسي وأنا أرفض أن يطلق علينا كلمة الجالية الإسلامية في فرنسا نحن لسنا جالية نحن مواطنون فرنسيون لنا كل الحقوق وعلينا كل الواجبات ردا على سؤالك لماذا فرنسا تقوم بهذا الأمر أنا بتقديري هناك سوء إدارة لهذه الأزمة وسوء الإدارة لهذه الأزمة مرشح أن يؤدي إلى تشنج إضافة هل سوء الإدارة دكتور عبد المنعن فقط للتوضيح هل سوء الإدارة هذا مقصود أم ناتج عن إخفاق لأنه بالأمس الرئيس الفرنسي تحدث بكلمة خطيرة جدا عندما قال بأنه سنحمي مواطنين الكاثوليك هذا الفرز وهذه التفرقة والتقسيم المجتمعي إلى أي مدى يضر بالسلام الاجتماعي في البلد هذا مضر وهو يساهم يا سيد الكريم هو مضر وهو يساهم يساهم بجوء التشنج القائم ويساهم بهذا الضغط المعنوي لأرسلمون مورال هناك ضغط معنوي الآن يعاني منه المسلمون في برنسا المواطنون المسلمون الفرنسيون المسلمون بدأوا فعلا يعانون من ضغط نفسي سببه هذه العبارات وهذه الخطابات وأنا أقول لك وأقولها بكل جرعة هناك سوء إدارة لهذه الأزمة سوء الإدارة هذا ما هو سببه سببه هذا الأرباق وهذا القلعة التي وجدت نفسها فيه الإدارة الفرنسية الرسمية الآن يا صديق الكريم ماذا رأينا؟ الجريمة الأولى التي حصلت التي حصلت أول جريمة حصلت من خلال على المقر السابق لشارة لأيكم حوالي أربعة أسابيع أو خمسة أسابيع نكتشف أنه ليس مواطنا فرنسيا هو شخص عامل من الجنسية الفاكستانية وعمره 25 سنة لا يحمل الجنسية الفرنسية يحمل إجازة عمل فرنسية الذي ذبح الأستاذ الفرنسي وهي جريمة نكراء هو أيضا ليس مواطن فرنسي وليس مسلم فرنسي هو مواطن جيتشاني مولود في موسكو ويحمل إجازة إقامة إقامة سكن لمدة عشر سنوات لكن ليس مواطن فرنسي هذه المعلومات مهمة جدا يا صديقي والذي ارتكب جريمة الأمس في نيس هو ليس مواطن فرنسي وهو رجل قطع الخدود بشكل غير شرعي وهو رجل يعني 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 هو قد مر من الحدود الإيطالية للحدود الفرنسية ولم يقم في فرنسا أكثر من ساعات خليلة طيب نحن أمام جرائم أخيرا سوف يفصل بها القضاء إذن بغض النظر عن البعد العاطفي والبعد الوجداني والبعد بمشاعة الجريمة يوم من الأيام سوف نقف أمام الخضاء إذن سوف ينظر بها القضاء إذا أخذنا هذه الجرائم الثلاثة ونظرنا إليها بعين الخانون وعين القضاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم ليسوا فرنسيون وليسوا من المسلمين الفرنسيين ولا يحميون الجنسية الفرنسية كيف نشير بأصبع الشبهة أو بأصبع الاتهام إلى الفرنسيين المسلمين لا علاقة له لا بالجريمة الأولى ولا بالجريمة الثانية ولا بالجريمة الثالثة لا من قرين ولا من بعيد ولم يكن هؤلاء المجرمون الثلاثة لهم أي سوابق معلوفة لدى السلطات الاستخباراتية ولدى الموليس الفرنسي إضافة إلى ذلك لغاية هذه اللحظة لم تصدر عن أي جمعية إرهابية في العالم أي تبني لهذه العمليات أنا لا أدافع عنه هذه جرائم نكرار لكن أنا أخب أن أقول أن فرنسا اليوم صحيح هي عرضة لوجوم من منظمات إرهابية مسلحة أصولية راديكالية لكن من خارج فرنسا وليس من الداخل الفرنسي من داخل فرنسا المواطنون الفرنسيون المسلمون لم يقوموا وليس لهم علاقة بأي من هذه الجرائم هل تشعرون دكتور عبد المنعم أخيرا هل تشعرون في فرنسا بأن هناك حملة منظمة أو شيء ما في الأفق يستخدم مسلمي فرنسا نعم هناك اليوم هناك توجه مدروس ومقصود من بعض وسائل الإعلام وأيضا من بعض الأحزاب السياسية بالتحديد الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة والآن دخلنا بمزايدات سياسية وهذه المزايدات الآن تدفع بسوء إدارة هذه الأزمة نحن على أبواب من هنا لأربعة عشر شهر سوف تبدأ الانتخابات الرئاسية الفرنسية وأحد المواضيع الهامة التي سوف تكون مناقشة وسوف تلعب حجر الروحة في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد سنة وشهرين هي الوجود الإسلامي والتقوص الإسلامية والمظاهر الإسلامية في الشوارع إذن هذه المزايدات وهذه التحضيرات للخطابات الانتخابية هي سبب أيضاً في العمى يعني العمى هناك من أصابهم العمى بسبب التحضيرات الانتخابية شكراً لكن هل لدي دقيقة إذا سمحت؟ تفضل بسرعة لو سمحت الوجود نحن لا يمكن لأحد أن ينفي وهذه حقيقة وهنا أيضاً بعض الأخطاء الفرنسية فرنسا تواجه الدولة الفرنسية والسلطات الفرنسية تواجه الإرهاب التكفيري والمنظمات المسلحة الراديكالية التي قد يكون لها علاقة بالعقائد الإسلامية تواجهها في دول السهل الإفريقي في دول في مالي وبوركينافاسو والنيجا وأيضاً في جنوب ليبيا هذه تجعل فرنسا في صف المواجهة الأول مع هذه المنظمات الراديكالية لكن هذه المواجهة يجب أن تبقى في الخارج في خارج الأراضي الفرنسية ولا يجب أن تنتقل وتصبح موضوعاً داخلياً يسيء إلى مكونات المجتمع المدني الفرنسي وعلى رأسهم المكون الإسلامي الذي هو المكون أساسي والمسلمون في فرنسا هم مواطنون وليسهم جالياً وهذا الأمر يجب أن يلفت النظر إلى المشؤولين الفرنسيين لتهدئة الرؤوس المشتعلة كما الوزير الداخلية الفرنسي الذي ذهب وأغلق ونتكلم عن أغلاق نوادي وأغلاق مساجد شكراً لك للأسف الوقت داهمنا شكراً لك دكتور عبد المنعم يوسف الباحث في شؤون الأوروبية كنت معي عبر سكايب من باريس